اشتركوا في القناة على فلول النظام ودحرهم الى خارج البلاد باي الحمد لله احكي لي كيف صار من اليوم من الصبح شنو عندك ام كيف صار معاك هل بالفعل تدخلت الطائرات التحالف لا والله تم القضاء عليهم بفضل التوع باي الحمد لله منذ الساعة الثابعة فجرا يعني تم مهاجمتهم والقضاء عليهم وتم انسحابهم الى موقن صراب لسا وغريات بعد تكبدوا خصائر يعني بارغة هم كانوا متمركزين عند موقع بتاع السلاح وحاجة مخازن اسلحة وعتاد هكي كانوا متمركزين في مكان يعني بعتادهم هم مش في شرق تم تصلهم عن المخازن اللي كانوا متمركزين فيها نعم وتم يعني تحطيم ملياتهم وقتل العديد منهم ما اجبرهم الى الانسحاب والهروب الله اكبر الله الحمد الله اكبر الله الحمد باهي والوضع الان كيف في الزنتان بالتحديد والله الحمد لله الوضع ان شاء الله تمامه تم يعني سقط سبع شهداء محمد الله وثم دفنهم في العصر والحمد لله يعني باهي الحمد لله وشنو الان حدود منطقة الزنتان لحتوانت ومثمينين ما فيش مشاكل ما فيش اي اشتباكات بينكم وبين المرتزقة هؤلاء والله بالنسبة لنا الحمد لله يعني تم ملحقتهم ممكن الى بعد الزنتان بجريب 30 كيلو والمناطق كلها ان شاء الله هم امنها من جميع النواحي بعد ان تم الاستلاع على معداتهم وحرقهم مع اغلبيتهم نعم الحمد لله وكيف كان البداية تم الفجر وانت دخلت معهم في اشتباكات من الفجر يعني تم مباقاتهم من الفجر يعني بفضل يعني التوار ممكن يعني حكم قاموا بعملية انتحارية يعني ضروري ان هالكتبة ما تنتحي والحمد لله يعني كان التوفيق من ربك هو وتم دحرهم لانهم هم جبناء نعم تم انقضاء عليهم نهائيا الحمد لله يعني حتى اللي بقوا منهم انسحبوا وهربوا تم ضربهم في جهة الغنائمة وفي جهة إفرهم في الجلعة وهم هاربين نعم نعم الله نتقبل أخوتنا اللي اللي استشهدوا هؤلاء ويرحمهم ويعزكم وينصركم ويظهركم ان شاء الله يعني فيهم فيهم خمسة زنتان واثنين من من اخواننا في صبراته ويعني كانوا اخواننا حتى اخواننا من نالوت ومن جاد ومن الرجبان ومن القلعة ومن كل يعني صف واحد والحمد لله يعني تم القضاء عليهم وان شاء الله ربك يعني نزيد نقضاء حتى على تحت الجبل هؤلاء اللي عندهم الراجمات والسواريخ اللهم ربي يحفظك يا شيخ خارج ربي يحفظك ان شاء الله وان شاء الله حتواكم وان شاء الله اخبر طيبة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة